أركان الحج وواجباته وسننه تتمثل أركان الحج فيما يلي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى السعي بين الصفا والمروة لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ومن أركان الحج أيضا الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أما آخر أركان الحج فهي طواف الإفاضة لقوله تعالى ومن ترك ركنا من أركان الحج إن كان الإحرام فإنه لم ينعقد نسكه لأنه لم ينوي ولا عبادة إلا بنية وإن كان ركنا غيره لم يتم نسكه حتى يأتي به أما واجبات الحج فتتمثل فيما يلي الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن الواجبات أيضا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف فيها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب أما ثالث واجبات الحج فتتمثل في المبيت بمزدلفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن لضعفاء المسلمين بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام ومن الواجبات أيضا المبيت بمنا ليالي أيام التشريق لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة عن منا وهذا يدل على أن الأصل وجوب المبيت بمنا وخامس واجبات الحج هي رمي الجمرات لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون والأيام المعدودات هي أيام التشريق ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ومن الواجبات أيضا الحلق أو التقصير لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أما آخر الواجبات فهو طواف الوداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومن ترك واجبا فعليه دم يجبر به هذا النقص وما سوى الأركان والواجبات مما ذكر في صفة الحج فهو سنة من تركها فلا شيء عليه وتتمثل هذه السنن فيما يلي الاغتسال للإحرام والتطيب لبس إزار ورداء أبيضين التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة طواف القدوم للمفرد والقارن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم والرمل هو الإسراع في المشي الاطباع في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر المبيت بمنا ليلة عرفة تقبيل الحجر الأسود الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر وإلا فمزدلفة كلها موقف ترجمة نانسي قنقر